طبعاً أبارك لجميع الخريجين في برنامج البورد الألماني لزراعة الأسنان وأبارك لدكتور هشام بن جبينا على نجاح هذا البرنامج من عام لعام وإحنا دائماً في جميع الطباء الأسنان نسع جاهدين لدعم مثل هذه البرامج وأكيد دعم البورد الألماني لزراعة الأسنان وراح نستمر بهذا الهدف ونتمنى نجاح لجميع ومشكورين على هذه الاستضافة والرحاية لحفل الخريجين إنه مرحباً جداً أن نكون هناك مرة أخرى في كوويت أجدت الكثير من أصدقائي وكان مرحباً أن نتعلم هناك مرة أخرى ترجم فقط ترجمة اليوم وأعاون أن أطوام جميع المستقلة están لإنهارتهم جيشيز إلي وغيبوكوويت نظر البرنامج للمتابع لحفظ وأنتم خلال نفتي فن Province أعتقد أن الدكتور هشام و أو الدكتور ميشفون أعمل سوف تعمل مفكسed وأنا أريد أيضاً من التعليم كما تدريد الجميع لكويت دينتالي لكما تتعبون مجموعة كلها في عام الأنهائي ونحن نرى مجموعة أخرى كذلك شكرا لك نبارك لجميع الزملاء أطباء الأسنان في الكويت التي قدمت أمتحان البورد الألماني والحمد لله أننا ربنا اليوم أكرمهم وما راح تعمهم خسارة وجهدهم على مدار سنة كاملة احتفلنا في تخريجه من اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور سام المانع نقيم أطباء الأسنان في الكويت والحمد لله عم نحتفل جميعا للسنة الثامنة على التوالي وربنا يديل مسيرة العلم والخير في هالبلد الغالي وشكرا جزيلا اليوم الحمد لله رب العالمين تم تخريج الدفعة السابعة من البرد الألماني في زراعة الأسنان في دولة الكويت نبارك للطباء المتخرجين أحب أشكر الدكتور سام المانع لحضوره ورعايته حفل التخريج لهذه الدفعة في هذا اليوم وأحب أشكر الدكتور رونالد هلي رئيس الجمعية الألمانية لزرعة الأسنان ودكتور مازن التميمي الرئيس الدولي لجمعية الألمانية لزرعة الأسنان لحضورهم وإشرافهم على امتحان النهائي والامتحان الشفهي لهذه السنة كما أود أن أبارك للأطباء المتخرجين ونتمنى لهم حياة عملية مليئة بالتقدم والنجاح وندعو الأطباء الذين يرغبون في التسجيل للبورد الألماني المشاركة والتسجيل أونلاين على النت بإمكانهم أن يحصلوا على عنوان التسجيل لكسب الخبرة كما حصل على زملائهم من هذه الخبرة شكرا لكم وشكرا للجميع شكرا لكم